الأدوية التي تباع في لبنان من دون وصفة طبية ستخرج من لوائح الدعم الأساسية قرار بات اتخاذه شبه محسوب من قبل السلطات في بيروت قرار يعني أن تلك الأدوية التي يستعيد الفقراء بها عن زيارة الطبيب تجنبا للدفع في كثير من الأحيان سيتضاعف سعرها أكثر من مرتين ونصف مرة على سبيل المثال البانادول دواء الفقراء كما يقال سيتضاعف سعر العلبة منه سعة 24 حبة من 3375 ليرة إلى 8775 ليرة زيادة في سعر بيع دواء أساسي ستفعل فعلها في حياة اللبنانيين خصوصا أن لائحة الأدوية التي تباع من دون وصفة طبية التي تعرف بـ OTC تتضمن مئات الأصناف من مضادات الالتهاب إلى مسكنات الألم وأدوية السعال وصولا إلى الحساسية مرورا بخافضات الحرارة حتى الساعة لا اتفاق نهائي بشأن أدوية الـ OTC وإن كان التوجه هو إلغاء الدعم عنها في مقابل تعزيز الدعم على المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية كما تخفيض الدعم سيطال أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية سيتم أيضا بنسبة 5% كل ما تقدم يبقى في خانة المعلومات أكثر من يتكلم عنها أعلام ميليشيا حزب الله التي يترأس ممثلها حمد حسن وزارة الصحة فيما هي أيضا متهمة بإغراق البلاد بأدوية من إيران لضرب السوق المحلي ترجمة نانسي قنقر